قام معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبليه كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان وسموه العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وسموه النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وخلال اللقاء أشهد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالعلاقات الوطيدة والمتطورة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتي البلدين التي تحرص دائما على تطوير العلاقات وترسيخها من أجل خدمة الأهداف الأخوية المشتركة وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك بما يعزز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة كما استمع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة إلى إيجاز وفيلم عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها ووحداتها العسكرية المختلفة ومدى التطور الذي حظيت به في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه